أنا عجبني هنا كمان توزيع حالة المشروعات على المراحل يعني المشروع ماشي بسرعة، متعطل، واقف، في مشاكل هي دي بيزي التحول رقم لأنه كده جزء من قطاع المشروعات القومية في زارة الصحة بقى متحولية رقمية إن أنا لازم عندي منظومة أتابع بيها المشروعات طبعاً إحنا بديمني هذه المنظومة يعني المنظومة دي دايماً في تحديث ومتوقع لغاية 36 جاي يكون بشكل داش بورد متكاملة لحتى الشغل على الأرض بمتابعة البرامج الزمنية للمشروعات أكيد، هل نسح الجراف ده لأنه مهم دي هي توزيع الأقاليم زي ما حال شايف إحنا مصر دايماً فيها سبع أقاليم هل نقول مثلاً تكلفة المخططة للقطاعات على الأقاليم دايماً يبين طبعاً هي توزيع الأقاليم لشكل المشروعات هنا بيبيني العدد وهنا بيبيني الفلوس هنا بيبيني حالة المشروع بين متكلف ومنصرف هنا بيبيني إذا كان التنفيذ أو البدء أو الإغلاق أو المشروع بيتحد حتى لو مشروعها لسه فكرة تصميمية ببتدأ حطه على المنظومة فبالتالي بيقول حركة المنظومة دي ربطت كل المشروعات القومية أنا حابب بس أن أبص على شكل صور لبعض المشروعات موجودة في السلايدز اللي بعد كده نعدي بقية المشروعات هنشوف اللي بعده بعد كده دي توزيعات بقى دي تفاصيل دي توزيع المشروعات على المحافظات نفس زي ما عارك مش تلاقي المحافظة ما فيهاش مشروعات خلص ما إحنا اتفقنا إننا عندنا 27 محافظة والمشروعات موجودة في 27 محافظة تمام فيه صور بس هو فيه لبعض المشروعات أستاذ أحرك فيه خليقا نرجع تاني بس هسأل سؤال بس أسأل مخرجنا نرجع تاني الصورة اللي قبلها يعني هنا مثلا مكتوب أخضر يبقى إذن هنا مكتمل صحيح مشروعات مكتملة معلق قليلة قوي فيه مشروع واحد بسأل ممكن عندي مشكلة في الأرض بتاعت أصفر لم يبدأ وده مش موجود جاري اللي هو الأزرق أنا دلوقتي كوزارة بقى مجي أركز في مشروعاتي أركز خلاص الأخدر خلص يبقى عندي مشكلة واحدة في محافظة إنا وعندي بعض الحاجات الجارية اللي محتاجة أخلصها قبل نهاية السنة المالية طيب لحد المشروعات دي ما تنتهي إحنا شغالين على نفس النموذج الأولاني خالص اللي هو عندنا الطوارئ عندنا نمازج عندنا المبادرات عندنا العربيات المتنقلة يعني بنقدر نخدم الناس لحد ما ننتهي من كل هذه المشروعات صحيح ولما المشروع بيخلص هندي مثالها دلوقتي لمجبع السويس لو سلايد فيها بعض الصور للمشروعات في المحافظات عندي مجمع السويس ده خلص ده في محافظة السويس ده لسه خلصان هنسألهم لو عندهم مجمع السويس نعرف نشاهده في السلايد بالزبط كده وعندنا فيديوهات لمعهد ناصر وعندنا حاجات يعني لو نبتدي نبص عليها لأن الحاجات دي هي أدت فاليو بختلف معهد ناصر اتحول من مجرد مستشفى كبيرة حوالي 600 سرير إلى مدينة طبية صحيح فيها 1600 سرير صحيح نحن نشغلش على العلاجي فقط أو الوقائي بس كمان الصحة النفسية وقد حيز من اهتمام الدولة فيما يتعلق بالصحة النفسية فبدأنا نفكر أن يكون عندنا مدينة طبية للصحة النفسية يبقى مش مستشفى يعني مش حيبقى في العباسية بقى بتاعة صلاح سلم موجودة وكل حاجة لكن عندنا كمان عندنا كمان مدن طبية في بقية المحافظات عندنا مدينة طبية يبقى فيها جزء من العلاج وفي نوع جزء من الاسترخاء وجزء من العجل نفسي وجزء كمان للسياحة العلاجية ايزا ورحكي أن الموضوع النفسي ده يعني اقبال عليه جدا وعاديين نخرج بره للإطار التقليدي اللي هي ده في السويس حضرتك ده مقترح مكانين واحد في العالمين واحد في حداء العاصمة ده مشروعات من المشروعات المستقبلية العالمين دي استشفاء أصلا من غير ما يكون يعني باشق حريك جدا لأن ده جزء المرض النفسي جزء كبير منه هو بيبقى جزء عايز يبقى في مكان مختلف زي مكان زمان كان فيه حاجات في حلوان وحاجات كده دي هتبقى حاجات أكثر تطورة بقى أول بس فيه بس الفيديو بتاع معهد ناصر لو نقدر نجيبه كمان لأن ده بيبقى متصور على الوضع الحالي اللي ده بقول الحاجة ده بيعتبر معهد ناصر اللي تم تحويله لمدينة طبية ده أكبر المشروع طبي يتعامل في تاريخ وزارة الصحة يعني إحنا يعني أكيد هنتابع مع حضرتك أكيد مرة تانية ولكن الحقيقة يمكن الأرقام اللي شفتها أنا بحب أتعامل دايما بالرقم بالمعلومة وأعتقد كمان أن المشاهدين بيرتاحوا لما يشوفوا مصر الآن تدار بالعلم معهد ناصر عشان حضرتك سبقى مطمئن معهد ناصر الوحرك بس اللي إحنا مهتمين بهذا المشروع أنا ده أكبر مشروع ضخم طبي هاتعامل في تاريخ وزارته صحة حتى الآن ما عندناش مشروع بهذا الحكم المشروع ده أبو حريك كان فيه 600 سرير النهاردة هنوصل لـ 1600 سرير كان فيه اتنين أكسيريات واللي هو معجلات الخطية لمعاجلة أهلين المرضى الأورام هيبقى فيه خمس معجلات خطية حريكة الكريمة على سكيل مختلف جدا دي صور طبيعية فيه مباني طلعت على الأرض ده مبنى سكن الأطباء لأنهم أهم ناس لازم يكونوا صراحة كل حاجة من دول احنا عدينا مشروع الواحد وكمان خاصة بسكن الأطباء ورفع كفاءته في كل المحافظات إننا الطبيب بالنسبالي هو أهم أدابة والسلاح بتاعنا بالضبط عشان زي ما حريك شايف احنا المشروع النهاردة على الأرض برجرسنج عالي جدا نسبة تنفيذه وخلال ثلاث سنين والمشروع شغال الآن ده مش مستقبلي ده واقع ده صورة حقيقية كاملة بالضبط وإحنا فيه طلبة جماعات بيجوزورونا في هذا المشروع من كمان جماعات أجنبية لأن هذا المشروع كبروجيك مارجمت إدارة المشروعات وحجمه مش مكرر كتير في مصر لما يكون فيه مستشفى بهذا الحجم الموضوع بيبقى الانتهاء منه إمتى؟ إن شاء الله خلال ثلاث سنين هيكون انتهى هيكون انتهى تمام الحمد لله هيكون تحول إلى المدينة الطبية المدينة الطبية المتخاملة مدينة ناصر الطبية بإذن الله ببنى عادات مختلف جديد ببنى جراش حتى عمل له جراش جديد عشان نستوى بالعدد بامتداد للأسرة بتاعته والعمليات والخدمات الطبية فتح